الملائكة عليهم السلام الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور وكلفهم بأعمال وعبادات عظيمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من أهم الصفات الخلقية للملائكة عليهم السلام واحد الأجنحة للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة أو أربعة ومنهم من له أكثر من ذلك قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاثة وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اثنان الجمال خلق الله الملائكة في صور جميلة كريمة قال الله تعالى ذو مرة فاستوى ثلاثة التفاوت في الخلق والمقدار يختلف الملائكة فيما بينهم من حيث الخلق والمقدار فبعضهم له جناحان وبعض آخر له ثلاثة أجنحة ولجبريل ستمائة جناح ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة قال الله تعالى وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَمِنْ أَفْضَلِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ شَهِدَ مَعْرَكَةَ بَدْرٍ مِنْهُمْ ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافعن الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وأفضل الملائكة جميعا هو جبريل عليه السلام أربعة عدم الوصف بالذكورة والأنوثة قال الله تعالى وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاذًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ خَمْسَ عدم الأكل والشرب فقد أخبرنا الله تعالى أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ستة عدم الملل والكلل يعبد الملائكة الله ويطيعونه وينفثون أوامره بلا كلل أو ملل ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك قال الله تعالى تسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون لا يضعفون